لازال حديثي في الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية ومثل ما بينت لكم في الحلقات الماضية من أننا لا نستطيع أن نلامس بعقولنا وقلوبنا ما يرتبط بمضمون الركن الأول وكذلك ما يرتبط بمضمون الركن الثاني إلا عبر ملامسة ذلك من خلال عقيدتنا بالركن الثالثي من أركان عقيدة التوحيد أن نتوجه بعقولنا وقلوبنا إلى إمام زماننا نحن كيف نتواصل مع إمام زماننا نتواصل مع إمام زماننا من خلال مشاعرنا من هنا جعل رسول الله صلى الله عليه وآله أجره على الرسالة المودة لأننا لا نستطيع أن نتواصل بعقولنا تواصلنا بعقولنا مع إمام زماننا تواصل محدود لا نستطيع أن نفعله تفعيلا كاملا في واقع حياتنا من دون أن نتواصل تواصلا من خلال مشاعرنا من هنا فإن الدين حب وبغض حب للخير وبغض للشر من هنا فإن الدين ولا يتعلم عنوين للنشاط الوجداني للتفاعل العاطفي كما قلت لكم فإن الأجر الذي يجب علينا أن ندفعه إلى أجيرنا الذي هو رسول الله هو الذي يقول أنا أجيركم ألا لعن الله من منع الأجير أجره فهو أجيرنا كما يقول هو صلى الله عليه وآله أجره المودة المودة إنها العاطفة إنها الوجدان إنها الحب إنها إنها فعلاقتنا تنشأ معهم صلوات الله عليهم جميعا ومع إمام زماننا بنحو خاص من هذه البوابة من بوابة المشاعر من بوابة العواطف من بوابة الميلي والحب والعشق من هنا أقرأ عليكم حديثا مهما جدا من الجزء الأول من الكاف الشريف من الطبعة نفسها التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية وهذا الباب باب النوادر الحديث السادس إنني أقرأ من كتاب التوحيد الحديث السادس بسنده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فلما أسفون انتقمنا منهم فقال إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه فلذلك صاروا كذلك وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه لكن هذا معنى ما قال من ذلك وقد قال من أهان لي وليا الله هو الذي يقول من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك ولو كان يصل إلى الله الأسف والضجر وهو الذي خلقهما وأنشعهما لجاز لقائل هذا أن يقول إن الخالق يبيد يوما لأنه لأنه إذا دخله الغضب والضجر دخله التغيير وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الإبادة ثم لم يعرف المكون من المكون للحد وإذا للصف من المقدور عليه وْإذا خالق من المخلوق 떨어� الله وَإِذَا كان لا لحاجة استحال الحد والكيف فيه فافهم إن شاء الله تعالى الكلام في نفس الاتجاه الذي حدثتكم عنه قبل قليل من أننا لا نستطيع أن نتواصل مع الله نحن نتواصل مع المعصوم عبر مشاعرنا نحن لا نستطيع أن نتواصل مع المعصوم عبر عقولنا إلا بمستوى ضعيف جدا نتواصل مع المعصوم من خلال مشاعرنا لا نستطيع أن نتواصل مع الله سبحانه وتعالى من خلال عقولنا ولا من خلال مشاعرنا فليس هناك من جهة في الله تستطيع عقولنا أن تتواصل معها وليس هناك من جهة في الله تستطيع مشاعرنا أن تتواصل معها فإن الله خلقنا بهذه الكيفية بكيفية فيها جنبة عقلية وفيها جنبة قلبية وجدانية عاطفية ووضع في باطننا فطرة وتلك الفطرة تحتاج إلى من يثيرها والعقول التي عندنا تحتاج إلى من يخرج لنا دفائنها فلذا نحن بحاجة إلى المعصوم الذي جعله الله سبحانه وتعالى جهة نستطيع أن نتواصل معها بعقولنا بنسبة معينة بنسبة تلقي الحجج بنسبة تلقي التعليم وتلقي ما يمكننا أن نحوله إلى معرفة في قلوبنا وجعل فيما بيننا وبينه بوابة للحب والبغض لحبه وحب أوليائه أتحدث عن المعصوم ولبغض أعدائه وأوليائهم وشؤونهم فلذا من أحبهم أحب الله إذا أردنا أن نقول من أحب الله أحبهم هذا الكلام من جهة التنظير والتعمق في التنظير يكون صحيحا لكن من الجهة العملية على أرض الواقع بالنسبة لنا لا نستطيع أن نفعله الذي نستطيع أن نفعله من أحبهم فقد أحب الله ومن أبغضهم فقد أبغض الله هل أدركتم ما المراد من ضرورة وجود الإمام هل أدركتم ما المراد من ضرورة أن الله هو الذي ينصب الإمام هل أدركتم من أن المراد من وجود الإمام ليس أن يحكم الناس وإنما وجوده هو وجود الله بوجه من الوجود فلن نستطيع أن نتواصل مع الله مطلقا إلا من خلاله فالإمام ليس معلما يعلمون الدين هذا شأن من شؤونه لكننا إذا حصرنا الإمام في هذه الجهة فقد أخطأنا خطأا كبيرا وقد ذهبنا في متاهة وضلال مثل ما فعل مراجع النجف حين جعلوا الإمام عالما يعلمنا الدين ومثل ما ضلت أحزابنا الشيعية أن جعلت من الإمام قائدا سياسيا وقائدا مجتمعيا ومثل ما تحدث آخرون من أن الإمام مصلح اجتماعي ومن أنه مربي يربي الأمة على أخلاق حميدة هذه المعاني من أن الإمام مصلح اجتماعي من أن الإمام مرب يربي الأمة على الأخلاق الحميدة من أن الإمام قائد سياسي من أن الإمام حاكم يقيم الحكومة بين الناس هذه المعاني من شؤونهم لكنها من الشؤون العرضية ولذلك يستطيع الناس أن يسلبوها منهم هذه من شؤونهم العرضية التي هي ليست أساسا في مقام حجيتهم المطلقة هذه في حاشية الموضوع وإنما يتصدى لها الإمام المعصوم لحاجة الخلق إليها الإمام وجه الله الإمام ليس قائدا سياسيا الإمام هو الله بوجه من الوجوه هو وجه الله فالإمام لا بد أن نعرفه بهذه المحرفة أما هذا الهراء الذي يتحدث عنه مراجع النجف عن الإمامة في كتبهم العقائدية ما هو إلا كخليفة من خلفاء السقيفة ولكن بنحو محسن هذا هو إمام مراجع النجف فهل أن الإمام الذي بهذا المستوى يمكن أن يكون وجه الله ويمكن أن يطلق القرآن عليه هذا العنوان مثل ما مر علينا هذا خليفة من خلفاء بني أمية إلا أنه محسن خليفة خير أخلاقه حميدة هذا هو الذي يحدثون نا عن الإمام ليس كذلك إذا رجعتم وقرأتم الزيارة الجامعة الكبيرة فإن الأوصاف التي يتحدثون عنها إذا وجدتموها فإنكم ستجدونها في حاشية المضامي أنا لا أنكرها لكن الإمام إذا أردنا أن نعرفه لا أن نعرفه بهذه الطريقة لا أن نعرفه من أنه عالم دين يبلغ الدين لأمته من أنه مصلح اجتماعي يحاول إصلاح المجتمع من أنه مرب أخلاقي يرب الأمة على الأخلاق الحميدة من أنه شيخ من مشايخ الصوفية ومن أستاذ الطريقة يلبس الخرقة لأتباعه ومريديه بعد أن يصل إلى المراحل العالية في سلوك التصوف وفي سلوك العرفان الإمام الإمام وفي سلوك وفي سلوك الإمام وجه الله من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم من وحده قبل عنكم ليس الكلام هنا عن تعليم وإنما التوحيد لا يكون توحيدا إلا عبر أن نتوجه إليه نعم هم يعلموننا ولكن هذا الأمر في حاشية مطلب فإذا علمونا وما توجهنا إليهم فما قيمة هذا التعليم فإذا علمونا وتوجهنا إلى جهة أخرى علاقتنا بالإمام بالضبط ما جاء في دعائي الندبة الشريف هين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ومر الحديث في معنى وجه الله لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم أنتم عليكم أن تتابعوا وأن ترابطوا بين مضامين هذه الحلقات فإنني لا أجد وقتا كي أذكركم بما مر من كلام الرواية واضحة وواضحة جدا فإن الإمامة الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال قال إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا هذه العواطف والمشاعر ليست موجودة عند الله فكيف نستطيع أن نتواصل معه بمشاعرنا وعواطفنا هذه المشاعر والعواطف ليست موجودة في الحقيقة المحمدية إنما هي موجودة في محمد وآل محمد في أئمتنا وسادتنا إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا فهذا المعنى لا نجده لا في المسمى ولا في الإسم وإنما نجده في إسم الإسم فالمسمى الذات الأولى والإسم الحقيقة المحمدية وللحقيقة المحمدية إسم جهة المشاعر والعواطف والوجدان هنا في إسم الحقيقة المحمدية هذه هي الجهة التي نستطيع أن نتواصل معها الذات الأولى منزهة عن المشاعر والعواطف وكذا الحقيقة المحمدية فهي وجه الله هي إسم الله والإسم دال على المسمى فمثلما المسمى منزه عن هذه المعاني فإن الحقيقة المحمدية منزهة عن هذه المعاني في وجهها الأكمل في وجهها الأتم أما فيما صدر منها من خلقيات بحسب مراتب الأسماء الحسنى وما تجلى في محمد وآل محمد فإن جهة الارتباط بهم هي هذه جهة المشاعر والعواطف والحب والمودة من هنا أمرنا بأن نوجه مشاعرنا باتجاههم فصادق يقول إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه دعاة إليه وأدلاء عليه هذه جهة الارتباط هم يدعوننا إلى الله وكذلك يرشدوننا إليه هم الأدلة إليه عبر المودة عبر المحبة عبر التوجه إليهم فهم وجه الله والله سبحانه وتعالى هو الذي أراد ذلك وهو الذي صنع ذلك وهو الذي يريد منا ذلك لا شأن لنا بدين سقيفة بن ساعدة ولا شأن لنا بدين سقيفة بن نجاف الكلمات واضحة والواقع العملي يتطابق مع هذه الكلمات الواضحة وهذا الأمر بين ومنتشر في قرآنهم المفسر بتفسيرهم منتشر في أدعيتهم في زياراتهم في رواياتهم مثال البث المباشر تذكروه دائما فأنتم في مواجهة ما يعرض في شاشة التلفزيون لا تستطيعون التواصل مع الاستوديو ولا تستطيعون التواصل مع الأمواج في الفضاء ومع منظومة البث والإرسال والاستلام بل لا تستطيعون التواصل حتى مع تراكيب جهاز التلفزيون ومع الطريقة التي يشتغل بها إنما تتواصلون مع الذي يعرضه لكم التلفزيون لكن في الوقت نفسه أنتم لستم مقطوعين عن الأمواج في الفضاء وعن منظومة البث والإرسال والاستلام لأن التلفزيون مرتبط بها وهو يمثلها بوجه من الوجوه وتلك الأمواج وتلك المنظومة ترتبط مع الذي يجري في الاستوديو ما هي بمنفصلة عنه الكل واحد ولكن من حيثية من الحيثيات فنحن حينما نتوجه إلى المعصوم هذا هو البث المباشر من قبل الله سبحانه وتعالى فالمعصوم هو السبب المتصل بين الأرض والسماء هذا هو الركن الثالث والتواصل معه هو الركن الرابع إلى بقية الرواية التي قرأتها عليكم الرواية طويلة ولا أجد وقتا لإعادة قراءتها من نفس الباب صفحة 166 الحديث 11 عشر بسنده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن إمام الباخري صلوات الله عليه زرارة يقول سألته عن قول الله عز وجل وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال إن الله تعالى أعظموا وأعزوا وأجلوا وأمنعوا من أن يظلم ولذا نحن حينما نقسم الظلم بحسب ثقافتهم هناك ظلم لله والقرآن صرح من أن الشرك ظلم عظيم والشرك هو ظلم لله بحسب تقسيم أنواع الظلم فهناك ظلم لله وهناك ظلم للخلق للعباد وهناك ظلم للنفس وهذه المعاني واضحة لديكم إن الله تعالى أعظموا وأعزوا وأجلوا وأمنعوا من أن يظلم ولكنه خلطنا بنفسه خلط محمدا وآل محمد بنفسه ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته حيث يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني الأئمة منا ثم قال في موضع آخر وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم ذكر مثله ثم ذكر مثله يبدو أن الكلام من زرارة من أن الإمام الباقر قد جاء بأمثلة أخرى من آيات الكتاب الكريم التي تتحدث عن نفس هذا المضمون فإما أن زرارة قد نسي النص المتبقي أو أنه أراد أن يختصر الكلام باعتبار أن الأمثلة التي ذكرها هي هي الأمثلة التي ذكرها الإمام وما ذكرها زرارة على أي حال الرواية واضحة وواضحة جدا من أن المشاعر والعواطف وما يجري في عالم وجداننا وفي هواجسنا وفي حواسنا في هذه الطبقة من وجودنا ومن تكويننا لا علاقة له لا بالذات الأولى ولا بالحقيقة المحمدية كل ذلك سبيل ارتباط بأئمتنا الذين هم بين أظهرنا بعبارة أخرى هذا هو سبيل الارتباط بالحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر